المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون عدا إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا بعد أيام من إجرائه عملية جراحية على قدمه اليمنى كللت بالنجاح وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى المطار العسكري لبوفاريك كل من رئيس مجلس الأمة بن يابا صالح جوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس المجلس الدستوري كما الفنيش والوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنغريحا ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دائش يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أجرى يوم العشرين يناير الفارد بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى إثر مضاعفات خلفتها إصابته السابقة بكوفيد 19 وهي العملية التي كللت بالنجاح